وجبة سورية تحول طهاتها إلى أصحاب ملايين أصبحت مصدراً أساسياً للدخل. الخطأ الواحد ثمنه الحياة. إنها وجبة الطبيعة تجارة رائجة ومصدر أساسي للدخل. خرج السوريون في أفواج من أجلها ولكن ربما تكلف حياتك ثمناً لها. ينتظر السوريون بفارغ الصبر موزم الخروج في واحدة من أهم مصادر الدخل لديهم إنهم يعتبرونها رحلة ممتعة ويتعاملون معها بشغف. فهي تدر وجبة موسمية رائعة ترغب بها الكثير من العائلات. نعم رحلة البحث عن تلك الوجبة النادرة تحولت إلى تجارة رابحة تضر مبالغ مالية معتبرة على السكان هناك. قادتهم الظروف الاقتصادية الصعبة إلى الخروج في جماعات متفرقة للعثور عليها. خبراء المهنة قالوا إن غايتهم تتواجد بكثافة في الشمال السوري يبدأ موسم البحث مع بداية شهر ديسمبر. من كل عام الأمر يتوقف على الأحوال الجوية والمناخية حينما تتوفر العوامل الملائمة لنمو وجبة الطبيعة ودرجة الحرارة والرطوبة المناسبة يعثرون عليها بسهولة. أفضل أنواع تلك الوجبة ينمو في الطربة الخصبة شمال سوريا. هناك تكون جودتها عالية فكلما كانت الطربة خصبة أكثر كانت الوجبة أكثر تميزا. هناك أنواع منها يفضلها السكان أكثر من غيرها نظرا لطعمها الشهي واعتمادهم عليها. الخبراء قالوا إنها تنمو بكثافة عندما يكون الطقس ضبابيا شتويا بامتياز فهي تفضل الاختباء وسط الأجواء الضبابية الشتوية في معظم الأراضي في المنطقة الشمالية من سوريا. أحد الشبان الذين يعملون في البحث عنها منذ سنوات يقول إنه منذ الصغر كان لديه شغف وحب للخروج والبحث في البراري في الأجواء التي يسودها الضباب وقطرات الندى. المفاجأة أن الشاب حذر من شيء خطير لقد حذر من وجود أنواع سمى منها البري تنمو في أراضي الشمال السورية. التمييز بين الوجبة الطيبة والسمى ليس بالأمر السهل. هناك تشابه كبير بينهما من ناحية الشكل واللون والطعم والحجم. نعم، يحتاج الأمر لوجود خبرة كافية لدى الشخص من أجل التمييز بينهما بدلاً من أن يدفع حياته ثمناً للوجبة. معظم الأشخاص الذين يملكون خبرة واسعة بإمكانهم التمييز بين الطالح والصالح للأكل والاستهلاك البشرية. الأنواع غير صالحة منها عادة ما يكون لونها مائلة للإصفرار أو أبيض يسود بمجرد لمسه باليد فضلاً عن وجود رائحة تميزه. في بعض الأحيان، وحينما تكون ظروف مناخية مواتية، يتمكن الشبان من جمع كمية كبيرة إنهم يعرضون ما جمعوه في الأسواق للبيع إذا توفرت لديهم. كميات كبيرة الأمر الذي يؤمن لهم دخلاً جيداً خلال أشهر الشتاء. سعر الكيلو من تلك الوجبة في إدلب ومناطق عدة في شمال سوريا يصل إلى 65 ليرة تركية في الوقت الحالي أي ما يعادل نحو دولارين. وفي بعض الأحيان، يتمكن الشباب من بيع كيلو ونصف أو اثنين من الفطر في اليوم الواحد أي ما يعادل ثلاثة دولارات. حقاً إنها رحلة البحث عن الفطر البري التي استمالت قلوب سوريين وأصبحت مهنتهم المفضلة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر